اشتركوا في القناة ومن الشروط التي يراها طارق اسكيسيوي مهمة لقيادة الودادة اشرافه شخصيا على انتذابة النادي بوضعه لقائمة من أسماء اللاعبين الذين يجب التعاقد معهم بالمركات الصيفي وباس طارق اسكيسيوي مطلبا أساسيا لشماهر فريق الودادة الذي يرى فيه نسخة مطابقة لالناخب الوطني وليد الرقراغي سلقى متوسط ميدان نادي الفسح الرباطي اتصالات مكثفة من طرف مسؤول فريق الودادة والجيش الملكي وذلك من أجل التعاقد معه بالانتقالة الصيفية الحالية ويتعلق الأمر باللاعب يوسف بالعمري ويرغب سعد النصيري في حسمه لصفقة يوسف بالعمري بعدما رفض تجديد عقده مع نادي الفسح الرباطي ويشغل يوسف بالعمري مركز الظاهر الأيصار وأيضا وسط الميدان ويعصبر من خيرس اللاعبين على مستوى البطولة الوطنية في الموسم الماضي ويذكر أن يوسف بالعمري رفض عرضين من فريق الودادة في انتظار أن يقدم سعد النصيري عرضا سالسانا خلال الساعة القليلة القادمة وسط منافسة قوية مع نادي الشيش الملكي على الصفقة اللاعب يوسف بالعمري